قطع بروسيا دورتموند الألماني شوطاً كبيراً بين الإفلاس الذي طرق أبوابه عام 2005 ورحلته إلى ملعب ويمبلي حيث يتواجه السبت مع غريمه المحلي بارين ميونيخ في موقعة القمة التي ستحدد هوية من سيرفع كأس دور أبطال أوروبا موسكو هي مدينة عظيمة لكن بالنسبة لي أعتقد أن ويمبلي هي المدينة المثالية لإجراء المباراة النهائية سنتواجه مع خصم عظيم في مكان عظيم وحقق النادي الأصفر والأسود إنجازاً رائعاً عام 1997 بفوزه بدور أبطال أوروبا إثر تغلبه على يوفنتوس الإيطالي ثلاثة لواحد وفاز بكأس انتر كونتيننتل إثر انتصاره الصريح على نادي كروزيرو لبرازيلي 2 لصفر موسيقى